المنتخب مصر قال انه تم ارسال خطاب رسمي الى الاتحاد الافريكي من اجل تأجيل موعد مباراة غينيا الاستوائية لمدة 24 ساعة لحددها الاتحاد الافريكي يوم 10 يونيو طيب المنتخب عايزها يوم 11 ليه عايزها يوم 11 المباراة طبعا في الجولة الرابعة من تصفات الموهيلة الكأس العالم 2026 كابتن بريم حسن شايف انه طلب تأجيل مباراة غينيا لضيق الوقت بينها وبين مباراة بوركينا اللي اتحدد لها يوم 7 يونيو في الكهرة يعني احنا المفروض هنلعب مع بوركينا يوم 7 يونيو بعد كده نسافر لغينيا الاستوائية عشان نلعب يوم 10 يونيو سواء بطيارة خاصة او بطيارة عادية الريحلة هتاخد بتاعة 9 ساعات فانت عندك يوم من تلك دول طاير ويوم تاني هيبقى فيش تشفاء ويوم تلعب المطش طبعا الموضوع شبه مستحيل صعب جدا وبالتالي طلب منطقي واتصور او من المنطقي ان الاتحاد الافريقي وافق على هذا الامر ويأجل المباراة 20 ساعة بس على فكرة 20 ساعة برضو هتفضل المسافة ديئة بين المبارتين بس احسن ما نلعب بعد يومين مباراة اخرى خارج الارض وفي رحلة طويلة جدا ان شاء الله كافي يبقى كويس المنراتي باذن الله اينا اشتركوا في القناة